بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نرغب في توضيح للأخوة المزارعين بعض الظواهر التي تحدث عند تأبير النخيل طبعا هذه نخلة العجوى اليوم نحن 25 فبراير بعض المزارع بدأ فيها التأبير من عدة أسابيع والآن بعض المزارع وقت التأبير أو التلقيح بعض الطلع مثل هذا الآن نرى هذا الطلع ناعم من الخارج هذا بعد ثلاثة وأربع أيام يبدأ ينفتح والعامل يقوم بالتأبير لكن مثل هذا مثل هذا الآن يمكن يوضح في الفيديو الطلع الآن هو أكبر أكبر من الطلع السابق ولكن تأخر في أنه ينصدع فالعامل إذا ما انتبهه لو تركه يمكن يفسد ولا يستفيد شيء المزارع من هذا الطلع لاحظ نلاحظ في هذا الطلع الآن في نتوءات ومنفوخ هذا جاهز الآن لو ضربها العامل بالمشحشاش ضربها بسيطة ينفتح وفك وأبر ولو تركه فترة ما ينصدع سبحان الله يكون قاسي الغلاف الخارجي أو الطلع ولا ينصدع ويظل ويمكن يفسد لكن العامل مجرد ما يضربه في المحش هنا ينفك ويقدر يوبره مثل الباقية هذه تجي ببعض النخيل وما هي ظاهرة عامة ولكنها موجودة يبدأ مثل ما يظهر الآن يبدأ ينشف الغلاف الخارجي للطلع وييبس ولكن الطلع اللي داخل الصالح وتأخر أو لا ينصدع فيحتاج العامل أن يفكه ويؤبره هذه بالواقع ظاهرة موجودة في بعض النخيل وما هو جميعه وحببنا توضيحها ونسى الله نجير في ذلك عن من انتفاء به